سأقول لك سل نفسك والإنسان مرة ثانية على نفسه بصيرة هل يعجبك سيناريو العمل لهذا المشروع الأيديولوجي الإسلامي يتبعك ينتهي بعد موتك بعشرين سنة بحكم إسلامي ستقول بصراحة لا يعجبوني طبعا في بعضهم قبل ما يقول باسم الله هو راح حط الدستور قائل الدستور الدولة مستعجل الدستور ما بحطوا واحد يا حبيبي مين انت حالك فقير دستوري انت فقير انت شيخ ويحطوه فقهاء دستوريون عندهم خبرة في الدستير درسين دستير عالم كلها مين انت دستور مستعجل مستعجلين بده هو يكون اشي هو اشي 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 الي انا فيه فانت بتعرف حالك انت طالب شيء بدل تكون فيه رأسا انت حبك سيدنا عمر بن العاص رضوان الله علي وغفر الله له كان أصدق من هؤلاء المؤدلجين صادق لما مات والحديث في صحيح مسلم وكذا اعترف قال لك انا بصراحة مررت بثلاث حالات وحكى كيف كان ضد النبي والإسلام وبعدين كيف اسلم وكان صادق مع النبي ذكر وكان يحب النبي وابدا وكان قال يعني توفر رسول الله وما ملأت عيني منه هيبة الله وانت كبير في قلب النبي عمري في حياتي ما قدرت اطلع فيهك واتأمل ملاونه فأنا قال كنت صادق وحبيته وكنت وفر لدينه ما كنت يعني بدلعب بس بعد النبي قال حدث حوادث وجدت كوائن والله أعلم بما فعلنا فيها قال خربط مجال عارف حارو خربطه عارف حارو لما استشار ولاده عبد الله ومحمد كذا أروح مع مين مع علي ولا مع مع معاوية فابنه عبد الله قال طبعا مع علي فاضحك مين بحط معاوية في كفة قدام علي معاوية مين هذا مين هو اشتريه في الإسلام هو أبو أمه مين هو هذا قدام علي بن أبي طالب داخل الله واضحة بس اليقين وبعدين من ناحية السياسية حتى عالي الأمة كلها باعته إلا أهل الشام هذو اعتبروا بغاة خلاص انتهينا بداية شفت لك واضحة الأمور واضحة أماما لذلك الحديث المتواتع عند أهل سنة والجماعة أنه علي تقاتله الفئة الباغة حدث متواتر ما نعمل يعني الذهب قال متواتر سيدي جعفر الكالتاني قال متواتر العماء قال متواتر الزبيدي متواتر قال الصوت قال متواتر الشوكاني متواتر متواتر الفئة الباغية هذو البغاة انتهينا فابنه الثاني قالوا لا يا أبا شوف انت تكون مع علي ستكون واحد من وحدين بالعامية زيك زي غيرك علي ما عندهوش على فكرة الحين مش شط علي عنده عدل بظله مش حدا لكن ما فيش عنده أنه يرشو الناس بالمناصب والأشياء لا ما عندهوش هو علي بدي يخدم الحق تحب تخدم الحق الحق معي تعال غيريك ما عنديش أنا ما بعضيك لدنيا وكذا قالوا إذا كنت مع معاوية بتكون سنا درسا قاطعا قالوا بخليك رأس قالوا احب أكون درس بصراحة كان واضح وظل عليه وغفر الله له كان واضح مع نفسه قال أنا حبيت الدنيا في اللحظة هذه أنا بديت الدنيا لا أخير ما أعمل يعني الله يغفر لي قال وربنا يغفر لي ويرضع عنه ما نعمل لأنه كان صحابي صدق مع رسول الله وحارب والله جعل على يده البرق كذا بصدق غير وبدل الله يغفر لي أنا نقول لك أكثر من هذا ويرضع عنه فاتح مصر على الأقل كل واحد مصري عمروا وعاصلوا مني فرقبته صح أو لا نرجع ونقول إيش اللهم صلى على سيدنا محمد إنه ممكن تتميز بين هذه المجازات باعتبارات مختلفة تقبلها من جهة وترفضها من جهة ممكن أن تدمج بين أكثر من مجاز تصبح مقبولة بالدمج هذا فمجاز المرأة ومجاز النفس وحده غير مقبول يهلكك واضح أنا أقبل مجاز واسعني قلبه عبد المؤمن هذا لأثر الإسرائيلي على أساس أن تكون النفس أو القلب المؤمن موصلة تهدي إلى الله يعني في الأخير تلجئك إلى ماذا؟ إلى مجاز الطريق الله يطلب خارج النفس يا حبيبي الله ليس هو النفس الله ليس هو أنت ولا أنت الله الله حقيقة متخارجة الله شيء والكون شيء فهمتوا؟ بيننا في بيننا كيف مسألة معقدة؟ أنا معرفة أنها معقدة وفيها إشكالات كبيرة جداً جداً